اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من يتفكرون السبي والسبايا مفهوم كنا نقرأ عنه في كتب التراث ونعتقد انه قد دخل الى متحف التاريخ حتى فوجئنا به يعود على يد اشباح الماضي وضباع الحاضر التي غرست انيابها ومخالبها في عقولنا وارواحنا فجأة وبدون استئزام فتعرضت الاف النساء في العراق للسبي وانتزعنا من عائلتهن وازواجهن وبعنا في اسواق نخاسة في مشهد خارج الزمان والعصر مشهد مناف لكافة المعايير الاخلاقية والانسانية من كان يتخيل ان تسبى النساء في بلادنا في القرن الحادي والعشرين كيف يمكن العقل بشري ان يقبل ويشرع فعلا من هذا النوع في زمننا المعاصر هل تعاطى الفقه مع السبي باعتبار انه مفهوم تاريخي ام ترك الباب مواربا سنحاول الاجابة على هذه الاسئلة وغيرها مع ضيفية من مصر دكتور هاني نسيرة استاذ الفلسفة الاسلامية اهلا بك دكتور هاني ومن العراق دكتور علاء حميد الباحث في الانثروبولوجي اهلا بحضرتك بداية قبل ما نروح للتقرير من الشارع العربي دكتور هاني هتعرف لنا ودكتور علاء هتعرف لنا ايضا السبي بمفهوم بسيط السبي تعبير يطلق على الاسرة من النساء والاطفال اثناء الحروب يعني الرجل يبقى اسير اسير اما المرأة والطفل فهي السبي يقال ايضا السراري ويقال السبي والسبايا احنا عرفنا ان هو النساء والاطفال ده في التعريف مفهوم اساسي طيب هل السبي تاريخيا بدأ فقط مع الغزوات الاسلامية ولا ليه تاريخ قبل كده طبعا السبي بمعنى بسيط هو لغة الاسترقاق والاسر ويخص النساء والاطفال حسرا ما يخص الظاهرة هي ظاهرة موجودة تاريخيا في المنطقة قبل مجيء الاسلام بدليل انه الصراعات القبلية والاجتماعية التي حصلت قبل مجيء الاسلام كان فيها سبي من خلال اذا اخذنا مفهوم الندرة الموارد في المنطقة والصراع على ندرة الموارد كانت القبائل تتصارع على هذه الاشياء من خلال السلب والنهب فالقضية تصل الى انه غزو قبيلة من خلال الحصول على مواردها وسب نساءها يبقى المسألة تاريخيا اسبق من الاسلام المسألة في النساء والاطفال تحديدا طب هل هذا المعنى موجود في عقول ومعارف الشارع العربي تعالوا مع بعض نروح نشوف التقرير ده ونرجع لضيفين السبي يعني العبيد لا مش مشارع الاسلامي مش مقبول مش مقبول دعت منظمة ارهابية منظمة كلها حرامة يتعلم ان كانت كلها حرامة يتجعبون السبي يتعبون لعباد زال الاسلام هو دين الاعتدال ودين احترام الكرام البشرية وما يقوم به داعس وما وراء داعس فهي اعمال فوضوية واعمال الوجودة لها في الدين الاسلامي يفتون بصلاحيتها او عدم صلاحيتها يجودون المخرج الشرعي للحوادث النازلة طبعا غير مقبول الشرعا لان اولا الليزديات هم يعني مواطنين عايشين في سلم بين المسلمين وبين واحد ولا يمكن انك تعتدي يعني على الناس عايشة في كل سلم بجنبك مواطن هو مواطن مواطن بإعراقه الحق المواطنة ما اقدر تقتص بحقها وتاخذ من عند انت ما اعرف ما اقدر اجاوبك ما زلنا مع يتفكرون ومفهوم السبي ومع ضيفي دكتور هاني نسيرة والدكتور علاء حميد دكتور هاني احنا عرفنا ان هما النساء والاطفال طبعا بالنسبة للنساء هل من يعني مفروضا ان تكون امة او جارية ولا ممكن تكون زوجة وايه المعيار اللي بيحدد هو طبعا يعني تعاطى الاسلام مع مسألة السبي في وقتها كمسألة تاريخية كانت مش موجودة بس في المنطقة وعند القبائل العربية كانت موجودة في كل عند الرومان وعند الفرس وعند اليونان قبل موجود هذا المفهوم في ثقافات العصر القديم لكن التعاطي بقى الاسلامي بقى حصل مع المسألة دي ازاي التعاطي الاسلامي كان تعاطي تدريجي انه لو انجبت تبقى ام ولد وتحرر انه ممكن يكاتب ويحرر نفسه او تكاتب وتحرر نفسها انه في اوضاع معينة لا يجوز الاسر او يمكن الاكرام والتفضل باطلاقها لو كانت عزيزة مثلا او كانت من اسرة كبيرة ما كانتش قضية مطروحة رأيي الشخصي على الفقه الاسلامي بتقليث شديد لانها كانت موجودة في كل ثقافات هذا الزمن في كل حضارات هذا الزمن لكنه من المفاهيم اللي زي فكرة الفتوح والغاز وواواواوا كانت جزء من ثقافة العصر القديمة قبل الحديث لكن تحددها امتا ام زوجة ده مطروح لمزاج الرجل لمزاج الرجل اه يعني مكانش في تحديدات انها لو من عائلة ايه لازم ليست فرضا عليه لو ببها فعلها او لم يفعلها اه يعني الاختيارات مطروحة امامه وله ان يختار هو الملك وهي شخص من في الانسانية التفاسير يا دكتور علاء تفاسير كثيرة والفقهاء قالوا اقوالا كثيرة هل كانت تلك التفاسير محاولة للخروج من هذا المفهوم اللي فيه عبودية وفيه قسوة بنظرتنا المعصرة ولا المسألة اتسكنت واللي موجود موجود وخلاص نمشي مع السائد القضية فيها في اشكال كبير في مسألة كيفية تلقي الاشياء اللي ينتجها الاسلام بعد ورود الرسالة وتأسيسها في الجزيرة العربية اي فكرة تصاحب اي دين هي محكومة في السياق الاجتماعي والتاريخ الموجود في المرحلة وكما نتكلم الآن عن مسألة السبي وعملية تفسير الآيات التي تستنطق من خلالها ظاهرة السبي التفاسير هي محكومة في الزمن التاريخي يعني مثلا لو رجعنا إلى فترة أقدم نلاحظ أن التفاسير لم تخرج عن السياق العام لتفسير الآيات التي هي تعطي إشارة للسبي بعد ورود نشوء ما يسمى دولة الحديث ظاهرة الدولة الحديثة بعد الاستقلال بدأت المجتمعات الإسلامية تواجه صدمة كبيرة فكانت هذه المجتمعات بحاجة لعادة قراءة المقولات التي استنتت إليها من خلال الديانة الإسلامية ولهذا ظهرت توجهات أن تطالب بعادة قراءة النص الديني حسب سياق العصر وهذه القضية ما زرت فيها مشكل في تيارات الأبرز هي تيار يرى أن استعادة لحظة الإسلام الأولى حتى أن نستطيع مواجهة للغرب وفي تيار لا يطالب في عادة قراءة النص حسب مقتدقة العصر فالتفاسير هي مرتبطة في تياران الذي يتصارعان التفسير هو منتمي إلى عادة قراءة الأفكار وعدد تأويلها بما تناسب مع العصر أم تفاسير تؤبد القضية أو تسكنها في هذا الواقع وما زالت المشكلة حتى هذه اللحظة هل نجدد رؤية النص أنه أوله نفسره حسبا الزمان أم نطبقه حرفيا ما زالت هذه المشكلة وظاهرة جدا بالنسبة لظاهرة السابق احنا تكلمنا عن الفقهاء وتعاملوا مع المسألة ازاي الدكتور هاني طب الدولة الإسلامية كان نظام سياسي في دولة أموية دولة عباسية وإلى آخر تعملت مع هذه الظاهرة أيضا بأنها ظاهرة موجودة وخلاص بلاش نشغل دماغنا بيها ونشوف التغيرات الزمنية ولا كان في اجتهادات بالنسبة للنظم دي مع هذه الظاهرة يعني لا أبالغ إذا قلت الدولة ظل لديها منطق الدولة لم يكن منطق الدين الجواري والسبايا حكموا المسلمين وصاروا هم السادة أحيانا كثيرة صح يعني في بلاط العباسيين كل الخلفاء أبناء سبايا إلا ثلاثة فقط كل الخلفاء أبناء سبايا المرأة الأم الجارية نفسها جعلت ابنها الخليفة وانتصرت به وحكمت من خلاله يعني في عصر المقتدر كانت أمه شغب تدير كل شيء وكانت جاريتها بمرتبة قضي القضاء الجارية الأخرى للدرجاتي للدرجاتي عندنا العصر المملوكي كله عصر أسارة الإسلام قد ما كان فيه توحيد على المستوى اللاهوتي قد ما كان فيه قبول بالتعدد على المستوى الاجتماعي التاريخ له قوانين وغير الدين الدولة أيضا لها قوانينها اللي مش لازما بتغضع للحلم المثالي الراديكالي بتاع المتطرفين يعني لو مشاهد بيشوفنا دلوقتي يا دكتور هاني هيقولك يعني أنا مستغرب الخمر نزل فيه نصوص تدرجة صحيح بس في خلال المرحلة دي كنا حسامنا المسألة الملابس مثلا بالنسبة للحجاب ومن يقولون عن الحجاب وأنه فرضه وإلى آخره متبنيين قضية التقال في النصوص ومسألة زي العبودية والرق والسبي تركت مفتوحة بعض النص فيقولك الأولى إن قضية خطيرة زي دي كان لازم يبقى فيها نص واضح بدل ما نقعد نقول ده احنا فتحنا التحرر وإن انت ممكن تحرر رقبة وكل الكلام دي بس ما فيش وضوح في تحريم هذه الممارسة لأنه الإسلام نفسه كان عكس معايز الإسلاميين دلوقتي الإسلام حين نازل في عصره لم يكن انقلابا اجتماعيا على قوانين اجتماع مدني سايدة وحاكم يعني القوانين الاجتماعي ما كانتش تسمح بالمسألة دي إطلاق مش بس إطلاقها هي قوانين العلاقات بين الدول التي يعني تعرف الصفارة حينا وتعرف الحرب في أغلب الآحية دولة ناشئة مسلمة تهدف للتغلب والنفوذ وسيادة جنس العرب معها كان عليها أن ترع أو أن تسود مجتمع من الموالي تمام والنفس السؤال برضو دكتور علاء أمامنا ديئتين عايزك برضو تقول لي يعني هل الوضع الاجتماعي كان ضاغط لدرجة أنه ما ينجلس نص صريح يقول إلغاء العبودية وإلغاء السبية حالا القضية مرتبطة في فكرة الحرب هذا جانب الجانب الثاني كل ديانة وهنا نقصد ديانات التوحدية الثلاث عملية هيمنتها على الواقع يأتي من خلال معجزة أو نص يأتي في سياق العام وليس مخالف للسياق العام يعني بشكل تقليدي ومعروف أن معجزة الإسلام هو القرآن واللغة كان العرب يتبارون في اللغة وفي الشعر فجاء بمعجزة هي من سياق العام أيضا مسألة أنه كيف أنا أخالف سياق عام القضية متعلقة بفكرة الحرب طالما هناك فكرة حرب لتأسيس ظاهر اجتماعية وتأسيس مبدأ يحتاج إلى تدرج في هذه القضية إذن ظاهرة السبي هي في سياق العام في الثقافة الموجودة في المنطقة إذن لم يسكت عنها إلا أن انتهت فكرة الحرب ففي ربط بين فكرة الحرب ومسلة السبي دائما بتتكرر هذه الكلمة والنهاردة تكررت كثير من ضيفي دكتور هاني نسيرة والدكتور علاء حميد قراءة النص في سياقه الاجتماعي قراءة النص في سياقه الزمن في سياقه المكاني إذن مشكلتنا الأساسية أن احنا من أنتزع النص ونضعه في الفضاء ونقرأه حرفيا بدون قراءة الكواليس التي كانت متفاعلة مع هذا النص ما زلنا مع السبي ويتفكره أهلا بكم أعزائي المشاهدين ويتفكرون وما زلنا مع قضية السبي وبع ضيفي دكتور هاني نسيرة والدكتور علاء حميد واتحدثنا عن تأصيل مسألة السبي لكن بقى في الواقع دلوقتي انفجرت المسألة مرة ثانية بعد حديث بالذات نادية مراد الأزيدية الفتاة الأزيدية التي كانت في العراق ما الذي أعاد المسألة إلى الوجود مرة ثانية؟ هل هي داعش فقط؟ يعني هل هي ظاهرة داعش؟ أم أن المسألة كان فيه بذور بقى لمناقشتها قبل داعش؟ هي المسألة يعني أنا ظني طبعا داعش فجرتها وزدت من لمعانيها احنا عندنا مشكلة في كل محاولات تجديد الفقه الإسلامي وكمان عند الفهم الإسلاميين للإسلام الإسلاميين قاعدين مقصوري أهم الأسرة للحظة تاريخية لحظة الانتصار، لحظة التغلب، لحظة الأسر، لحظة السبايا، لحظة الزهب كل دي أحلام تحركوا أي تحركوا يعني تنتظروا في الآخرة الحور العين وينتظر في الدنيا اللي لما تكون الشهادة فالسيادة واستعباد الناس ده فهم سلطوي وتسلطي وشمولي خارج روح الدين نفسه يعني قبل داعش كانت المفاهيم دي يا دكتور هاني كانت في مثلا الإسلام السياسي كله يعني والجهاد، الإخوان، كل الأحلام دي لا، ظلت ساكنة لدى هؤلاء وظلت جهود الإصلاح جهود مهمشة على متن المصار العربي والإسلامي كله كل الناس اللي اجتهدت وقالت يا جماعة حرروا الإسلام للتاريخ حرروا الإسلام من شهوات الناس من معارك الامبراطوريات وإنها مش امبراطورية أي يعني الناس دي يقولك الامبراطورية الإسلامية إحنا مش امبراطورية يعني مفترض رسالة إسلاموية طب كان بيحصل مثلا تفجيرات في مصر، تفجيرات في العراق، تفجيرات قبل داعش أنا بتكلم على قبل داعش بس ما كانش مثلا يحصل التفجير ويروح أخدين الأسرة ويقولوا إحنا أخدنا واحدة من سبايا أو أخدنا الأسرة دي أخدنا أطفالها ونساءها سبايا كل دا كان حتى تنظيم الجهاد تنظيم الجماعة الإسلامية كل التنظيمات ما قبل داعش ما كانتش فكرة السبي دي موجودة إيه اللي فتح الدنيا؟ هل هي الطبيعة، طبيعة الجغرافيا العراقية؟ هستكمل طبعا ما الدكتور العلاق بالنسبة للمسألة دي تحديدا لكن ليه طبيعة الجغرافيا العراقية؟ هل لأنهم كتروا وقدروا يحكموا مدن بعينها؟ إيه الأسباب؟ أولا يعني أنا كمتخصص كمان في الحركات الإسلامية وفترخها يعني أعتقد أن مسألة الموقف من الأسير أو الموقف من الآخر سواء أيزيدي أو حتى مسلم يوصب بالمرتد أنا بالنسبة ليهم مرتدين يعني ولا فخر يعني حتى المسلم العادي حتى المسلم العادي يعني هم المسلمين مش مسلمين المسلمين هم فقط فعارف هو يعني هو اللي عمله مع الشهيد الأردني معادل كاساسبة محرقه حيا يعني ده حدث لا يقل فضاعة عما صنعه مع الأيزيديين اللي هو بيتهمهم بالكفر وأنهم من دين آخر ولم يطلع عليه بس هو بس داعش كانت حالة خاصة شوية أو لها نوعية خاصة يعني الجماعة الوحيدة التي قالت أنا أعلن الدولة الإسلامية غيرها كان بيقول أنا بحارب الدولة القائمة بقال لك أنا خلاص أعلنت الدولة ادعى أنه وصل للتمكين غيره بيلعب في التوحش هنا بقى هيبدأ يحط التفاصيل بقى هنا بقال لأخدوا أول حاجة بقى خدوا السبايا هو خدوا الأسارة شوية كان مش ممكن ينزل على بتوع بغداد برضو ياخدهم يعني مش هياخد يازيديين بس كان هياخد كل من يصادفهم يعني بس الآيزيديين كمان لأنهم طائفة مغيرة بوضوح بوضوح يعني مش زي غيره مرتد أو مبتدع أو كده فكان الأسر السريع وهذه الحالة لطائفة هو أعادها يعني كانت تعيش بشكل طبيعي أعادها توقظ العالم لوجودها ولمأساتها معها لكن ده موجود عند كل الإسلامين لكن لما حصل التمكين وإعلان الدولة المسألة يعني بانت على الملأ وكتير بهجلهم عشان يحصلوا على بعض السبايا يمكن احنا دكتور علاء بصين على الظاهرة من برة لكن أنت مكوي بها كعراقي والعراقيين شافوها بقى لايف زي ما احنا بنقول كده في الفضائيات شفتوها لايف هذا اللايف بقى ده والرؤية اللي كانت بنحسبها صدفة هل هي ممنهجة أم صدفة بالنسبة لداعش وبالنسبة للطائفة مثلا الأيزيدية هل هي لطائفة معينة ولا زي ما الدكتور هاني كان أتمتد بقى هيروح أخدين الشيعة وممكن فعلا زي ما بيقول يدخلوا بغداد وياخدوا المسلم المخالف لهم في الرأي تفسيرك برضو وعايزين نعرف المشاهدين لأن يعني مش هنلاقي فرصة أحسب من كده أن الدكتور عليها يبقى معنا ويعرفنا المسألة ما يخص قضية داعش هي تحصيل حاصل بشكل سريع هناك خط تاريخي للطور المسألة القضية بدأت قبل 2003 من خلال ظاهرة نشوء السلافية في العراق تحت مسمى الحملة الإيمانية هذه الحملة الإيمانية جاءت لتوجهات النظام السابق قبل 2003 نتيجة الانكسار الذي حصل في الكويت وفقدان النظام المشروعية من خلال نموذج البعث ونموذج القومي الذي استند عليه فعمل على إنتاج بديل هو الحملة الإيمانية بدأت الحملة الإيمانية في عادة ضخ ودعم أي توجهات سلافية أصولية فبدأت هذه الظاهرة أن نشوء جوامع ومساجد تديرها السلافية بعد 2003 انتقل الصراع إلى صراع مذهبي في العراق وكان هذا الصراع يغذي تقوية التيار السلافي فبدأت أول ملامح في غرب العراق من خلال أحداث ووقاع مذكورة خاصة في مدينة الفلوجة بدأت مع تنظيم الجهاد في بلاد الرافدين مع أبو مصعب الزرقاوي تطورت القضية إلى تنظيم الجهاد بشكل مرتبط مع النموذج الموجود في أفغانستان الخلل الأساسي أنه النسخ التي قبل داعش كانت لن تضع في تصورها مسألة بناء الخلافة إنما كانت على ضوء التمكين ودحر العدو وإزاحته وإخراج أي مرتد من دائرة الإسلام الموجودة يعني صراع داخلي ضد النظام بس لم يكن هناك الحلم موجود الرجوع إلى أدبيات تنظيم الجهاد في بلاد الرافدين لم يكن يركز على بناء دولة الخلافة كمتصور عام موجود ولكن تطبيق عملي غير موجود غير موجود في الأدبيات فجاءت داعش بعد التنظيرات التي حدثت مع كتاب دارة التواحش كانت هي المحصلة التي تدرجت مع خط السلف الجهادي الوصول إلى مرحلة داعش داعش كانت هي تطبيق عملي لفكرة الخلافة وهذا هو نوع من الاستفزاز التاريخي لأحلام مثلا حزب التحرير الجماعات الأصولية فكانت تطبيق العملية على أرض الموصل من خلال التمكين ومثل ما حضرتك تفضلت الجغرافية كانت لها عون كبير من خلال اتصال الجغرافي بين الموصل ومنطقة حلب فكان متصل الجغرافي يرفض جماعة داعش بالمقاتلين والعناصر فحدث التطبيق في الموصل مع التطبيق حدثت عملية متخيل استعادة اللحظة الأولى للدعوة الإسلامية التي قائمة على تطبيق كل العلامات والمرحلة التاريخية التي مرت فيها الدعوة الإسلامية يعني تصور الزعيم نفسه هو نبي المستقبل ألفت انتباه حضرتك أنه أبو بكر البغدادي كان يدعي له أصل هاشمي قرشي فمن ضمن اشتراطات الخليفة أن يكون قرشيا هاشمي فأول خطبة فيه جامع الموصل الكبير كان إشارة لهذه المسألة طب برضو احنا المشاهدين يمكن ما يعرفوش أوي التفاصيل تداريس الطوائف العراقية هذه الطائفة وبالذات عشان نادية مراد أخذت زخم إعلامي كبير هذه الطائفة أي زيدية لماذا يعني ظهرت وتفجرت أوي مسألة السبي معهم هم بالذات نرجع لخريطة الصراع في الموصل كان دخول داعش للموصل كان على المنطقة الأزيدية في سنجار وسهل نينوى وهناك أيضا بؤر كانت تمثل داعش فكان هي عاون نوع من الإسناد لتطبيق أول ممارسة لداعش أيضا العدد الكبير للأزيدين في هذه المناطق حصل عليه الأسر في أسر وسبيل طوائف وديانات أخرى ولكن العدد الكبير اللي حصل معها الأزيدية وضحهم في عملية التسليط الضوء والانتباه دكتور هاني كنا نتوقع من المؤسسة الدينية إنها هي اللي تتصدى بقى لهذه الأفكار هل تعاملت المؤسسة الدينية نقول بالمسؤولية الكاملة تجاه تلك الأفكار الداعشية في العراق مثلا؟ أعتقد يعني أولا نتكلم عن المؤسسة الدينية نتكلم عن عديد من التمثلات يعني لمسات الدينية ليست واحدة الأزهر ليس واحدا ربما الصوت الأبرز أو الأهم هو صوت الشغل الأزهر هناك تيارات داخل الأزهر تيارات داخل الأزهر وأسوات داخل الأزهر وكذلك الزيتونة وكذلك أم القرى وكذلك كل موجود لكن حقيقة كان موقف الأزهر حقيقي في الحرب في مواجهة داعش كان عشرات البيانات طلعت تدين أفعال وتصرفات وترفض هذا المفهوم للاسترقاق في العصر الحديث وترفض اتخاذ هؤلاء سبايا وكذلك المؤسسة الدينية السعودية قدمت بعض الرفض مستمر لداعش ربما لم تقدم تصحيحا لمسألة السبي لكن ظل رفض مسألة داعش كذلك لمؤسسة الدينية الأخرى دا هو في ميزة في الأصولية قدم هي بتطلع بعد سواعي محمية من بعض الأصوات المحسوبة على المؤسسة لكن أحيانا أخرى تستفز المؤسسة للتبرق منها تستفز المؤسسة لمحاولة الرد عليها أنتو مش مننا يعني بيحصل دا لأن هي ظواهر يعني لها جانبه هو إيجابي استنفرت كل المسلمين هؤلاء ليسوا مننا يعني الديانة الأيزدية كما تفضل أخي دكتور علاء يعني هي يمكن أقدم ديانة في شرق الأوسط كتابها عمره أربح تلاف سنة أقدم ديانة من شرق الأوسط أربح تلاف سنة قبل الميلاد يقال وهكذا وكاتت موجودة أيام الخلافة العثمانية والخلافة العباسية والخلافة الأموية ومحدش تعرض لهم أنت جاي النهاردة يعني بكل هذه القراهية بكل هذا الغباء الهمجي البربري وتقول أنا أمثل خلافة المسلمين والمسلمين دكتور هاني ألقى الضوء على المؤسسة الدينية المصرية مثلا التركيز بما أننا يعني قرأنا هذه الأدبيات الأزهرية والرد على داعش لكن هل المؤسسة الدينية العراقية طبعا ما فيش مؤسسة دينية واحدة لا في مؤسسات دينية نقول المؤسسات الدينية العراقية تعاملت مع هذه المسألة من منطلق ديني ديني وهل المنطلق الديني ديني ده النصوص ضد نصوص أفضل ولا من منظومة حقوق الإنسان يعني أرد أن فيه منظومة حقوق إنسان جديدة نتعامل بها المؤسسة الدينية بشكل عام بالعالم الإسلامي هي أمام مازق كبير إذا مثل ما تفضل الدكتور هاني أن مسألة المؤسسة الدينية وقع في ما يطلق عليه توينبه والتحدي والاستجابة فهي كم تستطيع أن تواجه التحدي في النموذج العراقي عملت المؤسسة الدينية في إطلاق فتوى الجهاد الكفائي بعد دخول داعش إلى هذه المناطق وكانت هي نوع من التعبئة الاجتماعية والجماهيرية التي ساندت الجيش العراقي للخلاص من داعش وهذا كان موقف مهم ومتغير معنوي حتى يواجه الإحباط والانكسار الذي حصل بعد دخول داعش 10-6-2014 إلى ثلاث مدن عراقية قضية الإصراع الذي حصل في العراق هي لا تستطيع الخروج أنها تكون عامل إيجابي وعامل مطفئ للحراق بمعنى أنها تشتغل على الجانب الاجتماعي ولكن لحد هذه اللحظة لا تستطيع الوصول إلى جانب التاريخ الفقهي لأن هذه مسألة كما يقولون هي مسكوت عنها لأن التلقي لهذه المسألة سيحدث صراعات أخرى ومن نوع مختلف ولكن الدور الاجتماعي للمؤسسة الدينية بعد 2003 كان بالمعنى العام هو معنى إيجابي التصدي لظاهرة التكفير والأصولية بمعنى اجتماعي أنه هي تبين أنه هذا ليس ممثل حقيقي للإسلام كذلك مثل ما ذكرت لحضرتك مسألة الفتوى الجهاد الكفائي التي كانت عامل حقيقي في تحفيز الناس لحمل السلاح ومواجهة داعش فالقضية محصورة بالجانب الاجتماعي الجانب الفقه يحتاج إلى اشتغال آخر ومختلف طيب الكلام اللي قالته المؤسسة الدينية دي وصل للمواطن العادي يعني داعش ترفع تقول من لم يحكم بما أنظى الله فأوليك ويكافرون قاتلوا كذا قاتلوا يعني آيات القتال قدرت ترد المؤسسة الدينية حتى لو ردت هذا الرد وصل لعقل المواطن العراقي العادي الأفض آه لا وحضرتك يعني دقيقة ودقيقة كده سريع المشكلة في العراق أنه فيه اختلاف في نوع المؤسسة في مؤسسة تمثل السنة ومؤسسة تمثل الشيعة طيب لو عايز تقول برضو في دقيقة تعليق سريع كده على هو يعني يمكن فتوى الجهاد الكفاية هنا يعني يقصد بها فتوى الحوزة النجف آه فتوى آيات والاسستاني آه وهي كتستنفال للطائفة يعني يعني لو كانت جت اللي على أساسها أسس فيما بعد الحجر الشعب يعني لو كنا جبنا الفتوى من الجانب السني يمكن كانت أكثر تأثيرا آه أصدى حضرتك كده ولا لأنها جات من الجانب الشيعي مؤسرتش هي هي يعني حاوزة النجف آه عكس حاوزة قوم الإيرانية آه تقوم حقيقي بدور وطني يعني وصلة للمواطن العراقي العادي وصلة للمواطن العراقي بل مواطن العربي أيضا آه وخنيفة تقطع الجسور أصد بين الطائفة آه يعني هو الحقيقة يعني حتى إحنا قرنا لهم كتب الحقيقة في نظرة تقدمية جدا عند جزء كبير من المفكرين الشيعة العراقيين وفي نوع من أنواع التطور والتجدد في المسألة دي فمهم جدا أن إحنا نعرف أن المؤسسات الدينية وقفت وردت لكن فطرة المواطن العادي هل هي سبقت المؤسسات الدينية أم انتظرت رد المؤسسات الدينية ده اللي هلنقش في الفاصل القادم ويتفكرون ما زلنا مع يتفكرون ومع قضية السبي آه وداعش والعراق وتحدثنا عن دور المؤسسات الدينية وتحدثنا عن تاريخ السبي في الدولة الإسلامية ومع ضيفي دكتور هاني نسيرة والدكتور علاء حميد وكنا طرحنا سؤال قبل الفاصل هل فطرة المواطن البسيط سبقت المؤسسات الدينية يعني الحتة الإنسانية عنده شاف هذا المشهد رفضوا رفضوا بطريقة إنسانية قبل ما تكون دينية هل ده حدث؟ أنا ظني إنه حدث حدث بعد تجربتين يعني الإسلام المتطرف كما تمثلوا داعش بعض الإسلاميين إما تحط في التجربة خض المواطن العادي رفضوا إنسانية يعني في مصر في سوريا يعني بعد التجربة يعني كان فيه دور شعبي ينكر من ينكر يعني يؤكد من يؤكد لأول مرة ناس بتخرج عشان الهوية فقط لغير مش عشان ظروف اقتصادية هوية حقيقة كان الدفاع عما يسمى المواطنة المصرية الأقباط التجربة على البطرياركية استفز المسلمين قبل المسيحين يعني نقل المسألة من الكتب لإنها تحدث على أرض الواقع يعني حصل فزع عند المواطن البسيط حقيقة لا مواطن البسيط أصلا تدينوا تدينوا الفطر الطبيعي مش مؤدلش هي بتيجي الجماعات دي تقدلجوا توعدوا وتوهموا إنه هي فهمة دين أحسن منه رغم أنه دين دين فطرة بالأساس فبيستنفر ويستفز إن ما حصل العراقي يفهم أنه عراقي ما يبدأ يشوف أبناء عراقيات زي اللي حصل في الأيزيديات بقوا أسرى عند الشيشاني وعند المغربي وعند الأوروبي وعند الفرنسي ما هو وجايين بالتأكيد استنفر والضمير المسلم الإنساني عموما لا التجارب المتطرفة للإسلاميين من ما بين عامين 2013 حتى عامين حتى عام 2014 2015 تلات أعوام دول كانوا عام التجريب المر اللي هم خاسروا فيه كل كتير من إمكانات الشعبية يعني داعش حتى كتير من الشباب اللي قولها كانوا 25% منهم ناس لسه فهم الإسلام جديد لسه يدوبك داخلين الإسلام عشان كده عارفوا يلقطوهم يلقطوهم بعد التجربة على طول ثلاث أربعهم بدأ يرجع قبل حتى ما تنهزم في الموصل أو قبل ما تنهزم في الرقة في سوريا بدأوا يرجعوا بدأوا يستفيقوا الضمير الإنساني الفطري الطبيعي ضد مفهوم استمرار الحارب وده اللي احنا بنراهن عليه برضو السؤال عايز أعرف يعني مثلاً المواطن العراقي برضو البسيط رجل الشارع قبل داعش كان بيبص مثلاً للصابقي والمنداي والأيزيدي والوالوال كان بيبص مثلاً بتوجس ما أو يعني مش فاهم المسألة قوي أو ده يتعزل ما يبقلوش كوتا يعني كان فيه هذه يعني التناقضات ما بين المواطن من طائفة والمواطن من طائفة أخرى لما شاف داعش بتسبي وتعمل الكلام ده هل هو استمر وقال كويس إن بيحصل فيهم كده والمواطن البسيط اتصدم وبالبلد كده صعبوا عليه بالطريقة المصرية يعني بالوقتنا المصرية ربما من المفارقة أنه ظاهرة داعش صلت الضوء على جانب إيجابي في المجتمع بذات المجتمع العراقي ظاهرة النزوح التي حدثت بعد دخول داعش المناطق الثلاثية الموصل والأنبار وصلاح الدين سبت في عملية هجرة داخلية نزوح داخلي هذا النزوح وقع على ديانات مختلفة مذهب مختلفة ذهبوا إلى مناطق مختلفة دينياً ومذهبين فحصل نوع من التجديد للتعايش والمشترك التاريخي القديم الموجود في المجتمع يعني فيه نقطة إيجابية يعني فيه بيت سني كان ممكن يستقبل فتاة من أي زيدية حصل وحصل وتستقبله بكل رحابة في لحد هذه اللحظة فيه جماعات نزحوا من الموصل ومن صلاح الدين ومن الأنبار ما زالوا في مناطق هي مختلفة دينياً معاهم دينياً ومذهبياً مستقرين فهذا الجانب الإيجابي هناك قضية مهمة دائماً في العلوم السياسية يقولون السلطة تبحث عن الفراغ كلما عملنا نوع من التوازن أو العلاقة الطردية بين وجود الدولة في المجال العام ووجود تنظيمات أصولية تدعي أنها امتلاكها لتمثيل الإسلام وتأويل الإسلام فكلما ضعفت الدولة في الحضور وأعطت نوع من الحياة إذا الاختلافات الاجتماعية والإثنية والمذهبية يكون القضية في جانب أمان إذا فشلت الدولة أن تحضر فتكون الجماعات الأصولية والجهادية وخاصة أن الجماعات الجهادية والأصولية تعمل على جانب اجتماعي جانب دعوي جانب تضامني فتخلق نوع من التضامن الداخلي اللي تبحث عنه الجماعات فإذاً أكو علاقة طردية بين وجود الدولة وبين وجود هذه الجماعات طب هل الدولة قامت بدورها يعني تكلمنا عن المؤسسات الدينية العلاقة بقى بعد 2003 في أزمة ما زالت حاصلة في العراق هي في عملية تأصيل وعادة إنتاج نموذج لدولة تستطيع استيعاب كل الاختلافات الإثنية والاجتماعية في العراق من 2003 ولحد هذه اللحظة الصراع قائم على إيجاد هذه النسخة القضية لا تحمل حكم معياري هي جيدة أو غير جيدة هذا نتيجة طبيعية بدون أي يعني تبرير نتيجة طبيعية لنظام استمر من 21 لحد 2003 في شكل سياسي مختلف عن النظام الموجود الآن لا يعني أن النظام بعد 2003 هو النظام إيجابي بالمطلق والسابق كان سلبي بالمطلق المشكلة في تجربة المجتمع وعلاقة بالدولة والقائمين على إدارة الدولة كيف ينظرون الاختلافات الاجتماعية والمذهبية والدينية هذه القضية ما زالت في طور الصراع ولكن الآن الاختلاف صدمة داعش عادت الأسئلة إلى بداياتها الأولى أنه هل الصراع منتج لهذا التعايش هل يحافظ على الوجود لا طبعا غير منتج لما كنت بسألك دكتور هاني في الفصل الثاني عن المؤسسات الدينية وقلنا أن في إدانات حصلت لداعش وإدانات صريحة وكده كنت منتظر أن احنا نشوف تغيير في المناهج تغيير في الكتب يعني حركة داخلية بقى في خطر قادم فاحنا لابد أن احنا نواجه هذا الخطر بتغيير داخلي في داخل هذه المؤسسات هل دا حدث؟ يعني مش مجرد إدانات احنا عايزين تغيير يعني كما تعلن المؤسسات الدينية أنه يحدث وأنه هناك يعني حاملة لتعديل المناهج وتطويرها باستمرار والجاند في وزارة التعليم موجودة لكن هل هذا حدث أم بشكل واضح؟ أعتقد أن احنا ممكن نلتمس العزر بدرجة قليلة في حاجة واحدة المؤسسات الدينية تعليم الديني عموما هو بيقوم على الكلاسيكيات فالكتب دي موجودة في كلاسيكيات احنا لازم أن نعلم الناس الفكر والتفلسف والتدبر القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن ما قالش أفلا يحفظون القرآن التدبر غير الحفظ التدبر غير الحفظ يعني أسئلة دائمة أسئلة دائمة عايزين نعلم أبنائنا والأزهرة والمتدينين ثقافة التساؤل وكمان الوعي التاريخي أزمة داعش اللي بتخلي مجرد دارس للقراءات زي البغدادي كان في جامعة الموصر أعتقد الماجستير كان من عندك من جامعة الموصرية مجرد يدعي أنه الخليفة لأنه مش عايش وعي بالتاريخ أزين عالم أبنائنا وعي التاريخي في دور كبير مش على المؤسسة الدينية بس على كل مؤسسات الثقافية محتاجين سياسة ثقافية وأنا تملي بسأل يعني ليه في دول في الخمسينات والستينيات وجهت مفكرين كبار وكان ليهم شعبية يعني في العصر الناصري مثلا لأن كان فيه مشروح ثقافي بديلة لابد من سياسات ثقافية سياسات تنويرية أكبر القضية يعني مش المؤسسة الدينية بس وحاس في بعض النصوص ده مش الحل خالص ده مش الحل حل هو التمكين للتفلس وفي التمكين لثقافة الاختلاف لمعقولية التنوع نحن نعي إن إحنا مش في العالم لوحدنا ولا في الوطن لوحدنا يعني أستاذ الفنسفة ليه دور؟ أستاذ علم النفسي ليه دور؟ أستاذ علم الاجتماع ليه دور؟ الأهداف اللي بتقدمها الرسالة التعليمية إزاي تبقى عايش في مصر ومش عارف حاجة عن الصين إزاي تبقى عايش كسني ومش عارف أي حاجة عن الفرق الأخرى وإن ده جزء من البني أدمين الموجودين معك في هذا العالم علينا أن نتجاوز وهمة أننا نعيش في العالم وحدنا يعني هذا الوهمة لابد من تجاوزه وده مشروح ثقافي ونهضوي على السلطة أن تمكن له وعلى كل مؤسسات الدولة والمجتمع أن تمكن له يعني أن احنا ما نفرس واحد تاني يفكر في أن السبي ده واجب وموجود ولم ينتهي من التاريخ وانتصار وانتصار يعني المشتل لسه بيد يا دكتور هاني المشتل لأن البنية الذهنية العربية والإسلامية هي بنية التغلب والاستيلاء كل تاريخنا مبعد رسالة النبي منذ ما يسمى الخلافة الأموية حتى الخلافة العثمانية حتى خلافة داعش...هو تغلب والصلاح اللي يغلب ياخد احنا لأ أحنا عايزين نطلع بقى من حكاياته اللي يغلب ياخد احنا عايزين نقول اللي يتحدّر يكسب عايزين نقول اللي يتعايش هو الأكثر روحانية والأكثر إنسانية محتاجة شجاعة مواجهة مفهوم الخلافة التاريخي شجاعة مواجهة مفهوم التغلب التاريخي شجاعة مفهوم الشهوة السيادية على العالم مشروح كبير مش مؤسسة بصو داخل العراق من الممكن أن نقول أن ظاهرة السابي قد اختفت الآن أو ما عدناش بنسمع عن ظاهرة السابي داخل العراق لكن زي ما كنت بقول على المشتل الفكري هل المشتل الفكري من الممكن أن يفرز لنا ظاهرة السابي مرة أخرى في العراق هل ما زال داعش فكريا موجود في العراق ومن الممكن أن نفاجأ بأن ما نكتبهم من منشتات أن داعش اختفق من العراق سيظهر ثانية القضية واردت جدا طالما هناك نوع من الصراع الموجود في داخل العراق أنا هنا أقرأ من خلال نموذج العراقي لكل بلد عربي خصوصيته في نموذجه وهذا يحيننا إلى قضية كبرى في العالم العربي علاقة الدولة بالدين أيضا إحنا أمام مازق ضمن ثلاث مستويات هي عادة تلقي معنى الإسلام أيضا مراجعة الإرث الذي موجود الذي حصل نتيجة من لحظة التأسيس إلى هذه اللحظة أيضا كيف ننظر إلى العالم الآخر كيف ننظر إلى العالم الآخر قضية معنى تلقي الإسلام العالم الآخر بمعنى الآخرين مش العالم الآخر لا 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 المختلفين بالتبسيط المخل المختلفين دينيا مذهبيا في خلل في الثلاث عناصر اللي حضرتك قلتهم في التلقي في خلل طالما في 2014 يأتي تنظيم يقع عليه التوصيف أنه إسلامي جهادي يستعيد ممارسات تاريخية انتهت مع سياق المجتمع والعالم بدليل أنه التفاقية الأسرة التي هي أوقفت كل ممارسات هي خارج السياق الاجتماعي والإنساني كيف نفسر هذه الاستعادة؟ هل هي فقط أنه هناك نوع من النص القرآني وفي مشكلة في تأويله وتلقيه؟ أم هناك استعداد كامل لهذه المسألة؟ القضية الأخرى قضية الميراث الفقي بمعنى أنه هناك تراكم فقي خارج أي نشاط الجماعات يعني نسأل سؤال هذه الجماعة تحتاج هذا الميراث الفقي؟ هل هي تواجه تحديات دفعتها أن تراكم هذا الميراث الفقي؟ طبعا لا ببساطة كم يرجع المسلم يوميا إلى الفقه حتى يحل مشاكله اليومية؟ هذه قضية تقع على عاتق المختص والباحث والذي يبحث في التراث قضية العلاقة مع المختلف الآخر هناك كمان مستوين مستوى نظرة دينية التي هي نوعا ما تكون شعبية نوعا ما تكون اجتماعية نوعا ما تكون دينية فكيف نضح هذه النظرة؟ دائما الدولة هي التي تحدد الإطار العام من خلال تعاملها مع المجال العام ومجتمع هي العوامل اللي الدكتور علاء أحمد قال عليها فعلا عوامل في منتهى الأهمية وكل عامل عايز حلقة يعني لوحده لكن سؤال أخير للدكتور هاني نسيرة لما المسألة معدتش الكتب سرية ولكن خرج علينا داعية وهو الدعية الحويني قال في إحدى خطبه التلفزيونية المنشورة على اليوتيوب أن السبايا حق وأن احنا كنا ممكن نحل مشاكلنا الاقتصادية لو السبايا لسه موجودين لغاية الوقت في مصر يقال هذا الكلام هل في أمخاخ أو عقول شباب من الممكن تتلقى هذا الكلام وتؤمن به في مصر هو يعني أسفا يعني أن يسمع ده ممن يوصف بداعية شهير في طيار ما بس أنا عايز أقول يعني هو دعية محدود الشعبية كمان عنده مشاكل يعني هو يتهم من قبل بعض السلفين ينتكفير يعني بنيين في الأردن يتهم الحويني بكذا يعني لكن هذا الفهم اللي تاريخي هو ما هو عايز يوعد الشباب اللي عاديين قدامه عايزهم ينطلقوا يعني وينتشوا كده يعني يعني ليها بعد نفسي بعيدا حتى عن الشخصانة وعن الشخص فلان أو علان هل السباية بعد نفسي أو مقامرة نفسية بتداعب الشباب طبعا طبعا مسألت الجنس مسألت دينك هي كانت تداعب الفاتحين والغزاة من كل الأديان وكل الحضارات قديما يعني حور العين بتور الأرض وتداعب الانتحارين حاليا يعني يقال إنه الشيء الوحيد اللي بيبقى موجود عند الانتحاري نفسيا داخليا وإحساسه بالحور العين بيكتشف أن كل أعضاؤه متصلبة وواقفة وكأنه يستعد للقاء فورا يعني موجود بس هي القضية يعني إحنا في جهد مضاد لهذه الأفكار اللي تاريخية هذه الإساءات المستمرة للدين في جعل الدين سوري روماني وقمبيزي وفارسي وده مش الديني المحمد تصالح مع التاريخ في وقته لكن نحن الآن غير متصلحين نحن جعلنا التاريخ نصا على الشيوخ الإسلام على المؤسسات الدينية على الدعاء الحقيقيين أن يحرروا الإسلام من التاريخ هذه اللغة التي كانت تناسب الجاهلية وأهل الجاهلية عند صدور الإسلام لا تناسب العالم الأهم فهذا جهد وإعلامي وعلمي ومؤسساتي مطلوب مطلوب الحقيقة يعني الوقت دهامنا والموضوع يعني كبير لكن حطينا إدينا على نقاط في منتهى الأهمية وبرضو بنكرر قراءة النص في سياقه الاجتماعي الزماني المكاني جزيل الشكر لضيفية دكتور هاني نسيرة ودكتور علاء حميد ويتفكرون وقضية جديدة أخرى اشتركوا في القناة